المرأة مع أولاده وأسرته بسبب المرأة التي تبرجتها وظهرت محاسنها في شارع فيش الذي يحصل يحصل تتضرر المرأة مسكينة في البيت هذه ويتضرر بنائها وبناتها بسبب انحراب بدأ في فكر هذا الإنسان بسبب هذا الإغراء وأصبح يريد إن كانوا عادوا معه مسكى من العقل والدين يجمع معها غيرها فقط وإلا يريد استبدل بها غيرها وإلا يريد أن يخونها أصلا والعياد بالله تعالى بسبب ذيك المدبرجة هذه التي تبرجت اليوم كانت في مقتبلة العمر بعد فترة من الزمان رجعت مثل ذيك الأولى صارت صاحبة بيت إذا لها حب صاحبة أسرة طبيعة الحياة وهذا خير ما يصعد به الإنسان في الحياة جاءت اللي بعدها واللي أصغر منها وتصلحت كماها تبرجت فأفسدت بزوجها هذا كلي اللي هي أفسدت على السابقة اللي قبلها زوجها ذي جات تفسد عليها هي زوجها فالضرر يعود في أكثره مع وجود الأخطار في مخالفة أمر الله تعالى في المعصية حالة المرأة في الاستقرار يعود الضرر عليها من مخالفتها شرع الله في هذا المنهاج ومن أفسدت على الناس بيوتهم فلتنتظر أن يفسد عليها بيتها هذا اليوم وإذا بالمرأة عدوة المرأة في هذه القضية تظهر محاسنها لرجال فتفسد بيوتهم فياتي من بعدها يظهر محاسنهم لرجال فتفسد بيتها وكانت هي السبب في ذلك